اشتركوا في القناة اعشق هذا المجال بشكل كبير والحمد لله قدرت في السنة الاخيرة انني نسقل مهيبتي ونكملها أكاديميا فحصلت على الإجازة المهنية في المسرح وفنو العرض خارجة كليات بن طفيل بالنسبة للبدايات ديالي كانت كان فسخر بها كما دائما كان نقول من المسرح التانوي مع نخبة من الأساسية الكرام اللي بديت تلمت علي ديهم أستاذ دعب الإله شليح مدام إسحاقي كان ذك شيء بسيط وجميل لكن من خلاله تسحولي أبواب الاحتراف فقدرت أنني نخارط مع جمعية مع فرقة الأستاذ يوسف الساسي درت معهم مصرحية الوزيع اللي كانت مدعمة أنا دك يعني تقريبا في تسعين وكانت عندنا جولة في ربوع المملكة من بعدها مباشرة كان عندي مع نفس المخرج يعني نفس الشخص كان عندي معاه تلي فيلم على ضفة القلب كان نظن المغربة كلهم بقوا عقلين عليه وكان اللي كيقولوا له بنت الفشوش هو مشي بنت الفشوش هو على ضفة القلب مع سعبد العظيم شنوي اللي يرحمه مع سعبد العربي الساسي اللي يرحمه مع تولة من الممثلين المغاربة القنيطريين بالخصوص فهكذا كانت البداية البداية توقفت يعني كان من ضروري أنني نوقف واحد سنين علاش لأنني نتجوجت وولدت ولداتي كأي أم غربية الأولويات عندها وما الأولاد ومصلحة الولدات فمباشرة من بعد ما بدأوا الولدات كيشدوا يعني الصلبة ديالهم كنت في جمعيات محترف سبوا لفنون دراما فرجعت للمسرح ورجعت بقوة في المسرح الجماعي وحتى المسرح الفردي تميزت بعض العروض الفردية اللي شاركت بيها داخل في العديد من المهرجانات وعديد من المسابقات داخل المغرب وخارج المغرب ولله الحمد كتتوج دائما الفرقة والإيمان الإدريسي كتتوجب أحسن الجوائز فهكا كانت كان الرجوع يعني كيما أقولك بقوة وعطاني ثقة أكثر في الإيمان لغم أنني كنت شاركت في العديد من المسلسلات والعديد من الأفلام والأفلام السينمائية ولكن سعلي تحت الفرصة أنني نخارط في الحرم الجامعي باش نكمل قرايتي يعني ونسق المهويبتي أكاديميا فما ترددش تجربتي بالنسبة للحبيب أممي كتبقى من أجمل تجارب اللي كان أفتخر بها لأن برنامج الحبيب أممي هو برنامج اجتماعي كيلعب يعني عنده رسالة ماشي يعني كان حسب راسي كان أدي واحد المهمة واحد الرسالة من خلال هذا البرنامج وكان شد علي الدين للمخرجة ولا المنتج والسيد أحمد بو علواء ولا للجميلة البرجي هاد الناس اللي كيشغلوا بحب كيشغلوا بصدق وكل حاجة داروا في هيدهم إلا وكي يعني كتنجح بطبيعة الحال العمل الجد والحب شنو كيديرو وماشي غير الحبيب أممي يعني شاركت معاهم في العديد من المسلسلات والسيدكوم كلهم الحمد لله كانوا ناجحين وخلوا صدا عند المغاربة مستحيل عمرني من دم أنني دخلت المجال التمثيل علاش لأن أول حاجة حبيته ثاني حاجة اختارته ثالث حاجة قتانعت به وقريت عليه ويعني محترفته كمهنة يعني صفي ولا إلا الإدريسي لا أظن أنها تقدر أو لا سعرف تدير شي حاجة أخرى من غير أنها تمتاهن التمثيل قلتي لي كيفاش دخلت للسوسيوميديا وكيفاش جاءت الفكرة ما جاءتش فكرة ما كانتش مدروسة ما كانتش تخطيط كتعرفي نحن في الوقت الحالي يعني معظمنا كبيرنا وصغيرنا يعني ضروري كيكون عنده اللي ما عنده ولو كيكون عنده فيسبوك من خلاله كيبرتاجي الخصوصياته أو للمسائيل اللي هو كيبغي ببرتاجها مع الببليك أنا كفنانة وككل الفنانات يعني أو غي إنسانة يعني عادية ضروري غيكون عندي واحد الباج اللي كان شارك من خلالها أو موقع اللي كان شارك من خلاله جمهوري يومياتي أو لشنو كندير وماشي بتفاصيل يعني رجعتوا لباج ديالي ما كان يعني ما عايشاش دك كوبي كولي يعني دك شي اللي عندي كنحطوه ولكن كننشي حويجات كتبغي أنك تشاركيهم مع الببليك ديالك فمخططش وأنا لحد ساعة ما يعني ما كنظنش أنني يعني كنشارك بزاف ناشيطة في مجال سيسيوميدي لا لا أنا ما مستقراش في الإمارات أنا مستقرة في المغرب فقط الإمارات كنت مشيت الظروف عائلية خاصة فقط أديت الواجب ديالي علاش مشيت ورجعت أنا دبا معكم في المغرب بالنسبة للنور الدين والدي كما كتعرفوا كاملين هو ماشي حتى يعني وقع في الأزمة عاد بداي ببرتاجين مع الببليك دياله هو وحد الإنسان اللي من صغر دياله قاعد تقبل ما يتزوج تقبل قاعد ميمشي الإمارات هو ناشيط في المواقع الجيمائية غي هو يعني وحد المعلومة أو أنتق بغونتاز يعني مناويش أو لما بغيش أنه يحترف على ذلك لأنه بدليل ما عندوش يوتيب ما مفعلش الأدسنس ما كيتخلش يعني هو فقط كيبغتاجيش يحوي جدزوينه مع الببليك دياله الزواج ديال نور الدين بشي ما كان أنا في الحقيقة في الساعة اللي تتصل بي وقال لما مانا ربطني جوج جاتني جاتني مفاجأة لأن الولد بقي صغير كان دكس عالله فعمروه واحدة أني عشرين عام وتاهية بقي صغيرة تاهية عندها عندها عشرين عام يعني ما نكذبش لكم أنا كأي أم غنقول لولدي نترك بقي صغير بقي تبعك مسؤولية بقي تبعك ولكن جاوبني بواحد الكلمة اللي ما يمكنش يجاوبني بها إلا راجل فمن خلالها عرفت بأن ولدي ما كيهمش السن ولكن كتهمش شخصية وقوة الشخصية قال لي ماما أنا بغيت نبدأ حياتي بالحلال فما يمكنش نعارض ما يمكنش نقول شي كلمة إلا الله يصخر لي بارك خصوصا أنني لقيت البنيتة ما شاء الله عليها تهي بنت من الناس ناس دراوش ناس كيعرفوا الله بنت ما بغوا لهم من غير أنها يعني بغوا بعضياتهم في الحلال حبوا بعضياتهم عشقوا بعضياتهم فما يمكنش أنا كأم أنني نبغيش حاجة أكتر من هذا شي ولله الحمد بالنسبة للحسد ما كان ضنش شي واحد في نارة عندو شي حاجة مميزة وما محسودش أو للعين أو ل كنا يعني مهيئين أو معرضين أننا نتحسدو نتعينو ولكن كل ما يصيبنا فهو من يعني من عند الله سبحانه وتعالى وبالزاف ديالناس كيقولوا زمالي أن هما كيعرضوا يومياتهم أو لأحداثهم في المواقع الاجتماعية وفي هذا ذلك شي علاش كتبقى الحياة والموت بها ديالله وكيبقى كل شي قضاء وقدر وإحنا كمسلمين ما لنا إلا أننا نأمنوا بالقدر خيره وشره سواء كان تعين أو حسد فالأعداد يعني فالأسباب ستسعدد والموت واحد منين تلقيت خبر إصابة شي ما بالسرطان حنا للأسف يعني كنا كنا يعني كنا نسمعوا سرطان كنا نقولوا موت يعني واحد نتيجة حتمية ولكن نحنا في ذاك الفترة يعني بنسبة لسرطان الدم كتوصل عنده نسبة النجاح تلستين في المئة يعني أول ما خبرنا الطبيب بمعلومة أنها مصابة بالسرطان عطانا أمل ديال أن النجاح ديال يعني العلاج ديالها يقدر يوصل تلستين في المئة فمكناش كنفكروا ذاك الساعة في الفشل قدمك كنفكروا في كيفاش نقدرو أننا يعني نتغلبوا على هاد على هاد المرض وحتى هي ما نحسوهاش بأنها رضعيفة حتى هي ما نحسوهاش بأنها قدر الله رغى تموت كنا كنا قويين كنا كنا نخليه تحس بأنها قوية ولكن للأسف غلبنا قدامنا شي ما لا غلب نوردين كديرا حالته حاليا ما نقدرش نقول لك ولديرها مزيان يعني ولكن نقول لك رحك يتعايش مع الوضع لأن كما قلت في الأول الساعة اللي قال لي أنا بويت نبدأ دحياتي بالحلال عرفت بأنه ولديراج ومن صفت يعني أو من ميزات الرجال أنهم يكونوا أقوية يعني وخحنا بعد مرات العيالات شوية كتنهاري أو لا كتميتوا لكن رجل سبح الله العظيم من عند الله كيكون كيتميز شوية بالقوة علينا هو كأي يعني شاب في السن ديالو ضروري من أنه غي مر من إزما ضروري أنه نهار ضروري أنه بكى ضروري أنه ما تقبلش الواضع أنا وانا جاي وهو جايبني موصلني للمطر كيقول لي مما أنا كنحسب راسي باقي كان حلم هذا حلم ونفق منه اللي هي نفسانية نور الدين شوية هم الأطباء ديال شايماء اللي في واحد الفترة فحلا نقول سعلي فقدو الياس من شايماء فحلا دعمو نور الدين يعني ولو كيقول شايماء لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هتمو أكتر بنور الدين الجانب الجانب النفسي دياله سؤال مهم بالنسبة شنو ممكن ينقول على بعض الفنانات اللي اللي كلي هم تعليق سلبي على الفيديوهات ديال لنور الدين مشي فنانات كتار هو هي فنانة وحدة باش نحددو ولكن ما نقدرش ما غلومهاش علي شنو قلت غلومها علاش ما ما تحققاتش قبل ما تهدر لأن هذك الفيديو اللي هي هدرات عليه بالضبط لا نور الدين هو صوره ولا نور الدين هو لدي المونتاج وهذك الفيديو اللي هدرات عليه هي ماشيت شي مأجاه هذك أنا أنا ونور الدين وحنا اللي يعني كما عرفتوني كما قلت لكم يعني احنا كان مرسول فن واحد الاسرة اللي هي فنية بولدتنا بباهم بآنا يعني كنا يعني كتلقينا مرة مرة كنا هذا والفيديو محطو ديجا جبون سا عندي أنا وهو وقيل كان ديجا حطوه من عنده أكيد غيكون هزوه أنا اللي زما وولد كان بعيد وساعة اللي جال قم ماتت وأنا اللي عرالي على وجهي وأنا اللي كان كيبكي وأنا اللي هدك هدك فعلا لأن ذاك فيديو مصور فعلا كان فيه منتاج وفعلا أنه تحط لا علاقة لشي ما أبي فهي لو اعطت رأسها شوية ديال وقت وبحتات وشافت بأن ذاك الفيديو أساسا ما محطو لك لدي نور دين ولا ديالي منتاج مصدر موثوق منه دون كانت غادي شوية غادي يعني على الأقل ما غا تهضر لأن كيما قلتي لفيديو كامل اللي تحطو هما من عند نور الدين أولى من عندي أنا هما معقولين لأن ما كينش شا عند مشاهير كاملين كتحطو الجنائز ديالهم كيبان الجثمان ديالهم عادي القبر الحفر يعني هذو يعني هذو فيديو تعتدنا أنا نشوف مؤخرا نعد المرحوم الفنان عبدو شريف الله يرحم يعني الجنازة دياله لأسف بعد مرات بلا ما كيتقصل الخبر من مصادر موتوق نور الدين خطب بنت صديقة شيماء هذو هذو المشكل ديالنا أننا سعلي كتح البقراء كتق واجنا وغادي نقول لك جوج حويش لا بالنسبة اللي قال هذو الهضرة ولا بالنسبة اللي تيق هذو الهضرة بجوج هم ناس ما عندهم ش العقل لأن ولو قاع قياس الخير كي كان نقول وحنا قياس الخير ولو تكون راه رمي مكنش واحد يسوق لها الخبار لأن نحنا غنكون عارفين بأن راح شوم ورغي لما تلق قطة في الدار ما يمكن لك في السيما تجيب قطة أخرى تقول خلي شوية نساها هذي هذي تخربقة شي واحد خربقة واللي تيق مخربقين كتر منه ما مكن لياش نقول شي حاجة أخرى كتر من ملاحة ولا ولا قوة إلا بالنسبة المهرجان تيو تيو الشلحة شوية تصعب عليها تيو تمين اللي هي بالعربية النساء كان مناسبة اليوم العالمي للمرأة هذي المهرجان داز في ظروف جد يعني ظروف عائلية أخوية كي كي حمل بين طياس ديالو بزاف ديال الحب وبزاف ديال الصداقة كانوا يعني القيمين المهرجان يعني 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 كي حاولوا أنهم ينشروا بزاف ديال الحب وبزاف ديال الصداقة بعدوا كل البعد على ما هو فيه البروتوكول وما هو المعتاد وما هو لشهدنا بزاف ديال المهرجان وخلوا الطابع الرئيسي ديال المهرجان هو البساطة والحب والصداقة والكثير من المسرح واحد الإشارة اللي بغت نشير لها وأن أنا موقعة قبل من مشي مع إدارة المهرجان قبل من نمشي الإمارات ويعني متوصلين بجميع احتياجاتنا باش نمشي ومهم الناس ديال المجال غير يفهموني وكان صعيب علي أن نعتذر وحتى أن نرسائت أن يعني الظروف اللي أنا كنت فيها وظروف الموت والحزن وكل هد الظروف لكلكم راكم عارفينها يعني تاشي حاجة ما غا تخليني أنا نقدر نوقف ونرجع ونصلب الطول ديالي إلا أن نرجع ونوقف فوق الخشبة من جديد ممكن بزاف الناس ما غيفهموني إش ولا غيقولوا غيزادت فيه ولا هذا ولكن الناس اللي مجربين والناس للفن والناس اللي مولوعين بالخشبة هيعرفوا قداش هي كتعطينا القوة وقداش هي كتعطينا يعني الأمل الفغدة وكتعطينا كتعطينا دفعة قوية للسمرارية فهاتش علاش رغم الحزن الكبير اللي كان في القلب ديالي لأنا للزوج ديالي وكان كاتب ومخرج العمل المسراحي بين قوسين شاركنا بمسراحية مرأة منزو برجود تأليف وإخراج سعيد غزالة التقنيات كانت للمصطفى علاوي المحافظة العامة مونة العقري يعني واحد التقم اللي يعني تعبد يعني مسافة الطريق من هنا حتى الورزازات لا لي شيء غير أننا لكي نتنفس مصرح الجديد عندي بعض الحلقات ديال الحبيبة ممو متصورين أكيد غدي دوزوف على ما أدون في رمضان وللأسف ما تمكنش أنني نصور واحد المسلسال كان معروض عليها ولكن جاني مباشرة في الوقت اللي مشي اللي مشيت فيها اللي عرفت بخبر إصابة شي ماء بالمرض ولكن كنت يعني كنقول في أي لحظة نقدر نمشي نقدر فما قدرتش أني نوقع على العقد باش ملتاز مش مع الناس لأن كان صعيب عليها في هذه الناس اللي كي يجيبوا دائما المعلومة من المصادر الموثوق منها ما كيعطيوش أخبار الكيلو كما كان قولو وشكرا كان نبغي نصل الضوء على واحد الناس اللي هم أعزاز أعزاز بزاف بزاف على قلبي الناس اللي يدعمونا وشجعونا ووقفوا معنا في الأزمة ديانة ولقيناهم كسند كظهر كدعم المغربيات المقيمات في الإمارات بالضبط مدينة العين هاد الناس اللي يعني ما كان عرفوهم شو ما عمرنا عرفناهم فقط غي شفوا الفيديو ديان نور الدين في تيك توك وقاموا بالواجب كمغاربة أحرار الحمد لله تكبدوا يعني العناء ديال المشي والمجيل السبيطار يوميا في الصباح في العشاف في العشية في الليل الناس اللي أنا منين مشيت فعلا تفاجأت بدك تلاحم ديالهم بدك الحب ديالهم وهو ما كيرجع لهم الفضل الكبير يعني في الدعم النفسي لنور الدين الحمد لله يعني وسعات كبرات الرقعة ديال العائلة والأسرة ديالنا يعني ولو عندي كان نحس برسي ولو عندي حبابي في الإمارات نور الدين ده بحاليا مشي بوحده معهم ضمنوا يعني كيلقى عندهم الدفء العائلي والأسري شكرا لهم بزاف 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 شكرا لكل من دعم شايماء شكرا لكل واحد حب شايماء لله في لله بدون أي يعني هدف ولا مقابل ولا يعني شكرا لكل من قال الله يرحم أو الله يشاف وطلبي الأخير لكم هو الدعاء مع نور الدين ونحاول أننا نخف عليه شوية لأن بعد المرات كلمة خير كتكون صدقة وحتى في الدين يقول خير أو يسمت وشكرا المتتبعين إما الإدريسية شكرا الجمهور الكريم وكان نوعدكم بالاستمرارية وكان وعدكم بالعمل الجاد وكان نوعدكم بفن الهادف إن شاء الله لا تنسوا تزورون على صفحة رسمية ليلة مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب لك وصلوا بكل جديد